اكتور امك ده بشكرك جدا لهذه الدعوة الكريمة ولهذه المقدمة الفضيعة لدرجة انا كنت قررت تصدق اولايف. اه برضو اختيار يعني بتاع المطامر الدكتور اشرف ده اختيار رهيب الحقيقة لما جيت ادور في الموضوع بتاع عشان يبدأ يحصل لها فانا قلت بقى انا هلعب بمعرفتي خدت بقى لحضرتك كالتالي. اول سلايد عايز القي الضوء عليها اللي هي السلايد الاتية اللي هي هنبدأ بها وننهي بها اللي هي بتاع الموضوع. في درج وفي عيان. الدرج لو كريتيريا والعيان لو كريتيريا. سنه وازنه رجل ولا ست ولا لأ بيشرب سبيرتو بيدخن عنده كوموربيد كونديشن بياخد هيربل بياخد اوتوسي والريس كل ده في العيان. والدواء له كافة الاشكال عشان في الاخر يعمل تكسيستي او يعمل فارماكولوجيكال افاكت. الاميون سيستم لما يخش في الموضوع في انفلاميشن في اميونيتي. يا تراتب تيشو دامج وتيشو دامج معه ريبير. يعني نيكروزيس ابيبتوزيس جرانولوماتوزيس وريبير سواء بريجينريشن او فيجروزيس وهذا ما يحدث في اي ليفر انسلت بايا كان سببه. طيب فلما كانت المسألة مالتي فكتوريال بهذا الشكل الرهيب. لم نجد بعد ذلك سهولة في انك تاخد اي معلومات حقيقية في الموضوع. شوف مدى الاختلاف بين الناس وبعضها في مثلا من اتنين وسبعة من عشرة كيس في الميت الف لاربعتاشر وتسعتاشر كيس في الميت الف في بلاد كلها شبه بعض وقريبة من بعض. تخيل انت بلدك وضعها ايه وانت فين في دول لو كنت بلد فيها اكتر من ميت مليون وانت اتنين وسبعة من عشرة في الميت الف كيس يعني انت عندك كل سنة على قلق الفين وسبعمائة عيان لو كنت في التسعتاشر يبع عندك تسعتاشر الف عيان لو كنت اكتر محدش يعرف طب عشان نعرف اشان خد بالك من كلمة الناس عاوزة تعرف فلازم تتعلم فلما تتعلم شفت انت الدكتور ناصر وهو بيتكلم ويقول لك ازاي تتنبأ تجمع داتا وتعمل اناليسز للداتا وتعرض الداتا وتدرس اللي حصل ايه مبارح عشان تعرف هيحصل ايه بكرة الناس دي عملت يجيب داتا من كل حتة ويفحصها عشان يستخرج منها بيانات فوجدنا بعد ذلك انه لما دوروا مش بس دوروا على الانسدنس في الميت الف كيس دوروا على الموست كومان ارجانيزم انكريميناتد في القصة الموست كومان ايجنت ففي بعض الناس كان عندهم الانتي انفكتيف وناس الانتي انفلاماتري واشكال والوان وبدأ يحتل المرتبة التانية اله دي اس ولما طلعت الاشيان باسيفك في سنة 2021 كانت دين مرة واحد معها الانتي تيبركلاس دراجز اذا حيث انه مفيش اي حاجة عارفين انه وصلها الانسدنس قدقوا انه دواء والسبكترم كلينكل من اول سايلانت لفيتل فاتضح انه غالبية الاشياء مفيش فيها حاجة واضحة وبالتالي بدأت الناس تبحث عن how to predict and how to do risk stratification to prevent to intervene على مستوى قبل الدواء ما ينزل السوق والبوست ماركتنج ولو عيان جاله drug induced liver injury تتصرف في ازاي بداية انه العيان يضحط له اساسا المابت كونت الزيت واحد اسمه هيمان زيمرمان ده قالك انا اكتشفت انه فيه عيانين لما بيحصل لها increase في الانزايم level اكتر من 3 اضعاف اكتر من 3 اضعاف قالك اقل من 3 ما تفريش ومعاه توتل بليروبين اكتر من 2 upper limit normal العيان ده عرضة من 10% ال 50% من الحالات دي يحصل لها فالمنت هيباتيك فيلير ورزب على زرعش هيموت فبدأت الناس تقول لك والله لا احنا نطبق الكلام دوت في الكلينيكال ترايلز قبل الدواء ما ينزل السوق اساسا ولو لقينا ادوية فيها اشكالات كبيرة بالشكل ده احنا ما ننزلهاش وحطوا كريتيريا ازاي يوقفوا ايه الدواء لما يتعامل في الكلينيكار طائعا يعني انت جايب ناس عيانين وناس نورمال بتدي ده الدواء وده الدواء وترائب هيحصل فيهم ايه كويس طيب قام اتضح بعد ذلك انه رغم تطبيق هذا اللو في حالات حصل اطلع مشاكل كبيرة فجنب بتوع اسبانيا اللي عاملين ريجيستري قالك تعال انشوف القصة دي حلها ايه وازاي الراجل هيس ده كالطرقال في خيره عامل نظام قالك ايه اللي تيه اكتر من طرق اضعاف قاله طب وليه اس تيفين طب يفرد الاس تي هو اللي عالي طب هو الراجل قال توتل بليروبين طب الحالات الهيباتيك بيزيد فيها الدايركت طب يفرد ده عنده جيلبرت ولا الراجل عنده هيموليسيز ولا الدواء ده بيعمل انزيم انهيباشن شبه الجيلبرت يحسبوا عليها هيباتيسولورال ديه كويس طب هو العيان الهيباتيك بيعلم عال البليروبين والانزيمات بتعلم سوا يعني انت ما بتشوفش العيان بتاع زمان بتاع الكلاسك هيباتيس ايه اللي بيجي انكتيرك ومطلب توجاعه وبيشخصوه على انه انفلوانزا وبعد 3-4 ايام لصفار ولو حد شك وحلله انزيمات بيلاقيها الافات ولسه البليروبين معليش انت مش عندك الفالمن انت هيباتيس بتشخص الاول انه سايكاترك لان عنده سايكاترك انكفالوباثي ولسه ما ظهر لهش بليروبين طب اذا ما جالي عيان من الاول ما عندوش بليروبين على انزيم تساوى هتخرجه من القصة طب هو قال الالكالين فيوسفاتيس نورمل ما عندكش عيان لما يحصلوا هباتيك انجوري او ميكست هباتيك كوليستاتيك يعلى الالكالين فيوسفاتيس بعد فترة طب لو جالك العيان بالكالين فيوسفاتيس عالي سكندري للهباتيك انسلت كنت هتطلعهم القصة اه كان بيطلعهم القصة من هنا كان بتحصل الحالات جمل سبانيش ريجيستري قالك لا احنا هنعمل بقى نسبة النسبة دي تتوقع احتمالات احتمالات وتطبيقاتها قللت من ان الناس يحصل لها تموت فقالك والله من سنة 97 من ساعة ما عملنا كده ما حصلش ان اي دوى انسحب من السوق نهائيا علشان عمل فترتب على ذلك ان الناس فهمت غلط ان ما عادش فيه حاجة اسمها نتيجة الدرج اذا كان ما فيش دوى بيطلعو يعمل بس اتضح بقى انه فيها اسباب كتيرة فيه ناس قصم بتوماتيك ما تشخصتش فيه ناس ما تبلغش بيها فيه ناس عندها مشكلة عنده هو عمل مشكلة عنده هو من هنا لما نرجع ليه السلايد اللي قابليها الارقام اللي بحطوطة دي الالت اكتر من خمس اضعاف الكلين فوساتيس ضعفين الالت تلات اضعاف وتوتل بليروبين اتنين بنصل الى انه مش رقم انما ريشيو لما تحسب الريشيو بقى لو طلعت اكتر من خمسة ده هباتو سيليولار لو طلعت اقل من اتنين تبقى كوليستاتيك ما بين ده وده تبقى ميكسد طب وده فرق معايا في ايه فرق معايا حكتب ايه في البروشور بتاع الدوة دي نقطة لكن فرق معايا في البروجنوزيس يعني ايه البروجنوزيس يعني الهباتو سيليور هو ده اللي بيموت الكوليستاتيك اقل والالطف من كده ان الميكسد اقل واقل والاعجب ان الوفيات في السن الصغير اكتر من كبير يبقى انت لما بتعمل كده ولو عندك ريجيستري بتبلغوا هذا الكلام يبقى بعد كده انت بتقول عياني ده محتاج ترانسي بلانتيشن وإلا حيموت يبقى انت عشان تغير الماب او عشان تعملك ماب عاوز ريجيستري عشان تنقذ الناس دي عاوز كدافيريك ترانسي بلانتيشن عشان العيان لما يعوز يزرع يلاقي كده مش كده طيب يبقى كل دي التغيرات اللي حصلت بناء على مجرد بتاع ما عملناش اكتر من كده طيب بعد كده بقى عشان انا مش هلتزم بالترتيب بتاع السلايد ديت عشان الوقت عايزين نوصل الى ما يسمى انت عاوز ايه من العيان ده الدواء نزل السوق خلاص في عيان جاء لدرج عدرتك طبقت عليك اللي انا بقوله وصنفته وقلت محتاج ترانسيشن ولا هنعمل في ايه طب انت نزل دواء جديد خلاص في احتمال ينزل دواء جديد يعمل المشكلة دي يعني نفرض ان انت عندك حاجة بتحصل واحد في الالف وانت عامل استادي على ربعمائة عيات مش حتباء يعني الاستادي بتاع السوفوس بوفير كانت على تلتمائة عيات ما ظهرش فيها برادي كارت مش كده يظهر حالات تانية مثل هذه الاحوال انت بوست ماركتنج هتعمل ايه نازل بروشور بتاع الدواء اما فيها وورنين بوكس للهيباتولوجي هيدي لك معاه اعمل ايه في العيان واتبعه ازاي طيب مش نازل انت قبل ما تديه ما هو ايديوسينكراتيك ما انت اشتغل من حاجة خاص هتعمل ايه هتطلب انزاينز وغالقلان فوسفاتيز وبالهروب وبعدين قبل ما تديله عشان تشوف موقفه من الاول اديته هتعمل تاني بعد اسبوعين واربع اسابيع وثلاثة عشهر اشمعنا دول اصل الدرج انديوز دي اللي هو المشكلة تحصل في ساعات الى ايام انما الاديوسينكراتيك من ايام لأسابيع زي العين اللي باخد اموكس كلاف يصفر بعدها ابتدأت اسابيع لو وجدت ان هذا العيان حصل له مشكلة من دي لازم تبلغ بيه الريجيستري وحد لما يبقى يبقى لك ريجيستري تبلغ بيه زميلك وتتكلمه وتتفقه وتشوفه ايه اللي بيحصل وتدرسه هذا الموضوع يبقى انت عندك اجراءات حيث انه يقول لك drug induced liver injury زي الهوى ملوش داوة يبقى الحل في الprevention على كل المستويات قبل ما يقروا الداوة وبعد ما يقروا الداوة وانترفينشن سريع على حسب degree of risk stratification الخطوة الجاية اسمها ازاي تختار لكل عيان ما يناسبه في قصة اسمها اوميكس precision medicine proteomics lipomic metabolomics macrobiomic genomic العيان دا عرضة لكزا ما تدلوش كزا العيان دا يستحمل كزا اديلو كزا مش بس كده يحدد لك response بتاع العيان للدوة مش كلنا شفنا عيانين نفس clinical picture ادناهم نفس الدوة ناس استجابت ونس لأ وتحصل معنا كل يوم اخر حتة النهاردة اسمها بقى unmet needs unmet needs دي عشان مين بقى عشان خطر الناس اللي بتشتغل في الرسيرش الunmet needs بيقولك للأسف الشديد انا ما عنديش اي بايو ماركرز حتى هذه اللاحظة تقول حيجرى ايه للعيان ادي البايو ماركز المحتمى لانها تنزل في السوق الدراسات الكبيرة على كل هذا الكلام على large number يخليك تقدر تكتشف ايه اللي فاضل وايه اللي عمل وايه اللي حصل عشان تعمم هذا الكلام في مكانك لانه خلاص احنا عرفنا ان الكلام ده بيختلف باختلاف المكان وبيختلف تركيبة البناء ادم والرشيل بتاعته الملخص ديلي completely unpredictable هدفنا يبقى predictable عشان يبقى predictable في scoring system عشان تعمل ايه عشان تعمل prevention وتعمل risk stratification عشان early intervention لحد ما تيجي اللحظة اللي الprecision medicine يمكنك انك تعمل personalized approach اللي هي زمان طوله ونتكلم فيها how to tie the gap between rigid guidelines and individualized approach واشكركم جميعا لحسن الاستباع استاذن اللجنة المنظمة اي حد عايز نصليز دي خاطر ما فيش حد اختراح حاجة ولا دي بتاعتي دي بتاعتي وهو قالك اي حد عايز استعمالها استعمالها وفي واحدة تانية كنت نابعاتها برضا عاملها دي تصريح عام لكل الناس اللي عايز حاجة يخاطر شكرا شكرا